بداية حالة استنفار تعيشها مصلحة مرضى السرطان بالمستشفى الجامعية بن باديس بوليد قسنطينا وهذا بعد توقف جهازتها الخاصة بالأشعة عن العمل منذ أسبوع بسبب خلال تقني ما جعل مئة المرضى ينتظرون دورهم لتلقي العلاج المزيد مع كريم نونيس ينتظر أزيد من 120 مصاب بالسرطان على مستوى المستشفى الجامعي بن باديس الحصص الخاصة بالأشعة منذ الثلاثاء الماضي بعد الخلال التقني الذي أصب أجهزة حماية السكانير والمسرع الحرارة الخارجية كانت تتفوق لل48 دقري هذا الشيء هو أثر على أجهزة الحماية للمستشفى يعني لزنديولير والستابيليزاتير لتوقفوا نتيجة الحرارة ونتيجة هذه الكوبير وخاصة بعد الرجوع المفاجئ للثياء الكهربائي الوضعية جعلت إدارة المستشفى في حالة استنفار من أجل تدارك الوضع وإعادة النشاط لمصلحة حساسة المتواجدين للعلاج بداخلها لا يحتملون الانتظار لزنديوليرا في الميدان كما لاحظتم في الميدان معلي الوزير وسيد مفتش الآم يكلموني من ساعة إلى ساعة سخروا لكل من مستشفى باتنا مستشفى سطيف ومستشفى عنبا باش نحولوا المرضى سانا لهذه المستشفيات المجاورة وإن شاء الله في 24 ساعة يكون لتروازة زاكسل ومارش إن شاء الله أغلق مصلحة بهذه الحساسية لمدة أسبوع أكيد سيكون له تبعات اقتضاد في البرمجة وهو تحدي أكدت بشأنه إدارة المستشفى أنها ستكون عند مستوى تطلعت